بسيطة ويأتي أيضا ضمن خطة المملكة العربية السعودية أو رؤية المملكة عشرين ثلاثين وهو من المشاريع غير النفطية التي ستسهم بصورة متزايدة في رفع الناتج المحلي المملكة ويضا ستعمل فرص جديدة ناتجة عن قطاعات الثقافة والترفيه والضيافة في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي ككل إذن كما نشاهد الآن مشاهدين للكرام وصول خدم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبدالعزيز السعود والآن يُعزف السلام الملكي بحضور خدم الحرمين الشريفين واسم ولي عهده الأمين ملك سلمان بن عبدالعزيز الشريفين عزفة السلام الملكي وكذلك بحضور سموالي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز عرب رؤية المملكة عشرين ثلاثين لحضور حفل وضع حجر الأساس لمشروع القدية وأيضا هذا المشروع الرائد وطموح في المملكة ضمن الخطط الهدفة إلى دعم رؤية المملكة الفين وثلاثين بابتكار استثمارات نوعية ومتميزة أيضا داخل المملكة تسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وأيضا في نقطة مهمة دعم مسيرة الاقتصاد السعودي هذا المشروع الذي تحدث عنه الكثير في خلق كثير من فرص العمل للشباب السعودي وفتح أيضا أفاق جديدة للقطاع الخاص في مختلف الصناعات هذا المشروع كما نشاهد ونتابع يدعم توجهة الدولة الهدفة إلى تحقيق المزيد من الازدهار والتقدم للمجتمع والارتقاء أيضا بمستوى الخدمات في العاصمة عاصمة المملكة العربية السعودية رياضي تصبح واحدة ضمن أفضل مئة مدينة العيش على مستوى العالم إذن دكتور عبدالله كما شاهدنا و كنا نتحدث عن خلق